دعونا نسمع الإمام الرضا كيف كان يناقش الجماعة الواقفية التي فيها حياته يعني فكرة معقولة يعني ما صار عمره مثلا 100 سنة أو 150 سنة الإمام موسى بن جعفر بس قالوا بابا أبويا مات شوفوا شون الإمام الرضا كان يحاجج الواقفية ويحاجج الاثنى عشرية الآن نفس منطقة ونفس كلامه الإمام الرضا يقول سبحان الله كان يقولون الإمام المستكذر ما مات يقول سبحان الله متحجب الإمام الرضا يموت رسول الله ولا يموت موسى أبيه يعني أبوه قد والله مضى كما مضى رسول الله وفي رواية أخرى يقولون زوجات تزوجة وجوارية نكحت وأموالها قسمت ومات ليش تقولون أبويا ما مات هايفة بدعة تطلعون انتو تقولون موسى الكاظم ما مات ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه حتى يحقق بعض الأهداف السماوية لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا شور المنطق أخو إذا الله يريد طول أمر واحد كان طول أمر النبي وخلاه ينشر الإسلام في كل العالم ليش موت النبي أمر 63 سنة فشوفوا هذا المنطق أهل البيت هذا المنطق العقل بس إحنا عندما نبتعد عن القرآن الكريم نبتعد عن السنة النبوية نبتعد عن مذهب أهل البيت نوقع وين؟ نوقع بالخرافات وبالأساطير وبالأوهام ونظر الناس ستحكون علينا وأكو ناس يجون يتعجرون بعدين أنه هذا أني نائب الإمام الخاص ولا أني نائب الإمام العام ولا أن الإمام قال لي أنت اليماني أطلع مثلا سوي كذا وكذا سوي جيش غضب وقتل الناس وسيطر عليهم هذا الحديث موجود في كتاب الكشي في كتاب معرفة الرجال صفحة 379 أحبين